ازايكم فيه اربع انواع للهيمنة احنا سبق وشرحنا الموضوع ده قبل كده ولكن التكرار بيعلم الشدقر اول حاجة هي هيمنة البيت تاني حاجة هي هيمنة البرق تالت حاجة هي هيمنة الكوكب وربح حاجة هي هيمنة العمصر خلاص انا معلش بكتب كده لان انا بكتب بايدي فبس احنا محتاجين نفهم شوية اشياء عشان يكونوا الموضوع ده واضح لانه البنات عندهم هوس كبير جدا بموضوع الهايمنة ده هوس اعوز بالله هوس مش طبيعي المفروض عشان يكون فيه هيمنة يكون فيه تلت كواكب في برج واحد يعني لو احنا سحبنا الخريطة كده هنلاقي انه الشمس في السرطان القمر في الدلو عطرت في الجوزاء الزهرة في الاسد المريخ في الاسد المشتري في الحوت زحل الدلو اورانوس الطور نيبتون الحوت وبلوتو موجود في برج الجدي يبقى كده هم دول العشرة الشمس والقمر مش كواكب لكن احنا بندخلهم معنا في الحساب اورانوس ونيبتون وبلوتو من كواكب الاجيال اورانوس نيبتون بلوتو من كواكب الاجيال المفروض عشان تحسب الهايمنة بشكل واضح هنرجع ليوم واحد يا اخي واحد 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 عشرين عشرين ده يوم واضح جدا يوم واحد واحد سنة عشرين عشرين السنة الفقر كان فيها ايه بقى؟ كان فيها الشمس في برج الجدي عطارت في الجدي المشتري في الجدي زحل في الجدي وبلوتو في الجدي يعني كانوا خمس كواكب موجودين في برج الجدي في السنة الفقر دي سنة عشرين عشرين واحدة 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 بقى لو انت اعتبرت ان كل برج بيت وهنعتبر هنا ان هو طالع الحوت العلامة دي هي علامة برج الحوت خلاص عندنا هنا تكتل كواكب في برج الجدي المشتري في الجدي زحل في الجدي عطارت في الجدي بولوتو في الجدي كل حاجة تقريبا خمسة موجودين في الجدي ده اسمه هيمنة هيمنة يعني سيطرة سيطرة يعني تمركز هو ده يعني هيمنة يعني تمركز يوجد تمركز في هذا المكان وزيادة في الطاقة في برج الجدي الفقر عشان كده سنة 2020 كانت سنة فقر بس بشكل عقل هذا كل ما في الموضوع كان فيها المشتري في برج الجدي وظهر العقاب وظهرت ناس على حقيقتها وتكشفت ناس على حقيقتها وتكشفوا مشاهير غسيل الأموال وتكشفت خيمة القزافي وتكشف إيميلات هيلاري كلينتون وحصل فيها الاعتداء بتاع جرج فلويد وحصل طبعا فيها الكورونا وتداعيات الكورونا والناس اللي بتموت وكسص طويلة والمطارات اللي بتقفل والطيران اللي بيخسر والشركات اللي بتخسر والناس اللي بتطلع كل ده كان بسبب إن فيه هيمنة في برج الجدي برج الفقر خلاص كده هو ده الهيمنة الهيمنة معناها تمركز كواكب في برج واحد يعني ما عمديش أي تعريف تاني للهيمنة غير كده ده من جهة هيمنة البرج الجدي عنصر طرابي يبقى ده هيمنة العنصر الطرابي ونفترض إن هم كانوا موجودين في البيت رقم 11 يبقى هيمنة الحادي عشرة هيمنة الحادي عشرة وهيمنة الجدي اللي هو البرج ماشي والكوكب هو الكوكب المقصود به اللي الكوكب موجودة في بيته فدي اسمها هيمنة زحق كوكب الفقر فعشان كده كانت السنة فقر لأنه هو زحق الفقر بيحكم الجدي الفقر هم التلاتة والاربعة والش فقر وبس ما في أي تاني شئ تاني أعضر أضيفه زيادة عن كده هي دي الهيمنة هذا هو تعريف الهيمنة بس الهيمنة هو تمركز الكواكب في برج واحد أو في مكان واحد طيب نفترض إن أنت ما عندكش تمركز يبقى في حاجة اسمها إيه؟ في حاجة اسمها توزيع الهيمنة توزيع الهيمنة أو تشابه أو ممكن تقول كده تماثل الهيمنة إنه في نوع من التوازن فيه كوكبين في الأسد كوكبين في الجدي كوكبين في العزراء كوكب هنا كوكب هنا يبقى في حاجة اسمها تساوي الانتشار يبقى الكواكب دي متساوية في الانتشار متساوية في التوزيع لو جيت هنا كده هتلاقي إن بتاريخ النهاردة هو بتاريخ النهاردة 28.6.2021 النهاردة هو فيه كوكبين في الأسد فيه زحل في الدلو والقمر في الدلو يبقى كده في اتنين في الدلو او نعملهم بلون مختلف معلش اهو بلون اللي سود اهو يبقى دول كده اتنين ودول اتنين بس مفيش حاجة تاني هنا بتدل على الهيمنة هتقول لي مثلا ان نيبتون في برج الحوت وان المشتري في برج الحوت اه يعني اتنين في الاسد واتنين في الدلو واتنين في الحوت ما تعتبرش فيه هيمنة بشكل واضح اضافة الى ان المواقع اللي بتحسب الهيمنة هي مواقع تقريبي خلينا نشوف كده هنا في قناة التليجرام هنلاحظ ان انا حطيت رابط اهو لحساب الهيمنة الرابط ده رابط تقريبي يعني ايه رابط تقريبي يعني هو بيحسب اورانوس وبيحسب نيبتون وبيحسب بلوتو في الهيمنة انا اصلا مش باخد اورانوس ونبتون وبلوتو لان انا شغال باسلوب تاني مختلف على العموم الرابط ده اللي موجود في قناة التليجرام انا هسيبهه لكم في وصف الفيديو وحتى قناة التليجرام نفسها برضو هحطها في وصف الفيديو ده عشان يبقى الموضوع واضح لان الموضوع ده مزعج جدا مزعج بشكل لا تتخيلوه يا اخي البنات يجي يسألوني في الهيمنة 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 ثابت الخريطة وثابت الاتصالات وثابت الاتصالات السعيدة او الاتصالات النحيسة وثابت النجوم لان في حاجة اسمها النجوم بتبقى موجودة في الخريطة ممكن بنتكلم عنها لسه نتكلم عنها تحليل النجوم اللي هي الستارز النجوم استارز يعني نجوم ونجوم يعني استارز سبحان الله ثابت كل حاجة ومسكت انا ايه الهيمنة عندي كيف انا فهمها ان هي ما عندهاش هيمنة يعني انا كيف افهم البنت ان هي ما عندهاش هيمنة هي ده عايزة تتفاشخر قدام صاحباتها انا عندي هيمنة الاسد انا عندي هيمنة الحمل انا عندي هيمنة الطور انا عندي هيمنة كده عشان تحس بالنشوة وتحس بالانتصار وتحس بالعظمة ان ايه عمدها هيمنة انا ما عرفش ايه موضوع الهايمنة اللي طالعين لبيه زي الشياطين وزي العفريد كل ما يطلعوا باختراع جديد وافتكاسة جديدة يجيز عجوني بصراحة الموضوع مزعج مزعج لابعد درجة مزعج لابعد حد كل شوية ايه هيمنتي ايه هيمنتي يا ستي ما عندكش هيمنة واضحة لا يوجد هيمنة واضحة لا يوجد هيمنة بشكل محدد لان ما فيش تلك كواكب في نفس البرج الا بالغص بتستخرج لي الهايمنة وتستخرج لي نسب العناصر ونسب توزيع الطاقة في الابراج ونسب الطاقة يا عم دي حسابات تقريبية كلها حسابات تقريبية يعني كل الحسابات دي حسابات تقريبية مش اكتر لكن الناس ياخد دماغها دماغها غريبة دماغها مش مفهومة استغفر الله دماغها دماغ يعني ما حصلتش مشكلة لما تجيب انسان دماغه على قده وعقله على قده ودخلوا في الفلك وفي الحسابات وفي الشغل والاركام ده انا بحاول ابسط عشان الناس تفاه يعني انا لما بجأ شرح انا بحاول على قد ما اقدر ابسط المعلومة عشان فيه كائنات فضائية بتسمعني عشان فيه بشر كده ما بيفهموش اساسا داخلين في الفلك وفي التنجيم وفي الابراج وفي القصة دي على قد ما اقدر انا بحاول ابسط يعني اتعبت والله عجزت عجزت وانا بشرح صراحة فموضوع الهايمنة ده موضوع مزعج لابعد درجات الحدوء انا دلوقتي كده شرحته بمنتهى الوضوحة وخلاص كده انا قديت اللي عليه والله يعني اكتر من كده في موضوع الهايمنة ده انا مش اقدر اتكل فما عندي اي اضافات اقدر اضيفها تاني على موضوع الهايمنة ده خلاص اللي عندي قلته انا هقولي طيب اكتر من كده ثبت كل حاجة في الحياة ومزكت في الهايمنة مش معقولة مش معقولة موضوع غريب بشر عجيبة